تقول أن ما فيش بديل يا كابتن محمد عن التحول والانتقال إلى دوري المحترفين وإنهاء مرحلة دوري الهواء اللي هو فعليا هو وقع الدوري المصري لازم عشان تطلع دوري يعني ينافس الدوريات بره وبالتالي حيبقى الاسبونسرز أكتر من كده بكتير وحيبقى في مبالغ مالية كبيرة جدا موجودة تقدر أنها تصرف على اللعبة نفسها إنما طول ما أنت في مرحلة الهواية دي والتخبط ده مش هينفع لأن أنت الاحتراف بتأمسك بأساليب اللي احتفظ عفوا للمقاطع إحنا جلنا خبر عاجل نقلولي دلوقتي زملائنا في الكنترول أو غرفة التحكم فريل عداد نقل لنا هذا الخبر أهل الشيخ يغضع الجراحة ثانية غدا والأهل يتمنى له الشفاء العاجل يغضع المستشار تركي أهل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي للنادي لإجراء عملية جراحية ثانية في أمريكا غدا الأربعاء والنادي الأهلي ومجلس إدارته وعضائه وجماهيره يتمنون له الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قد اتمأن على صحة آل الشيخ بعد الجراحة الأولى وأعرب عن خالص تمنياته له بالشفاء وأن يتعافى من الوعكة الصحية التي ألمت به ويعود سالما إلى وطنه ومحبيه يعني دي أمنيات النادي الأهلي بتجاوز هذه الأزمة الصحية والجراحة الثانية اللي هيخضع لها إن شاء الله معاني المستشارة تركي آل الشيخ وبيتمنى له الشفاء العاجل للنادي الأهلي والعودة لممارسة مهامه في العمل وتجاوز هذه المرحلة العلاجية إن شاء الله با با با